أمراض ومعاناة لا تنتهي منطقة الطاقة تابعة لقضاء الحر في كربلاء يعاني أهلها من الطمر الصحي وانتشار النفايات قرب منازلهم ناهيك عن الأمراض التي تصيبهم نحن أهالي منطقة الطاقة تابعة إلى قضاء الحر هذه منطقة الـ 16 ومنطقة الـ 18 دائما ينعاني من حرق النفايات يسير باللي الحرق النفايات المفروض أقل مسافة 5 كيلومتر عن موقع المدينة آليا ما بها كيلوين يعني ها مو كيلوين هم كيلو ما بها قريبة كلش حتى أنا أكثر من مرة ما يفيد الأهالي ناشدوا الجهات المعنية في المحافظة بالنظر لقضياتهم والاستماع لمطالبهم خصوصا وأن المحافظة تعاني اليوم من تفشي الوباء الخطير المستجد الكورونا نحن تهدينا هوايا من هذه المنطقة جينا قعدنا هنا والله أنا متأصلا متندم وجيتي هنا بالله الكريم وحيل متأذي من قعدت لحد الآن أنا أشكي من الربو صار عندي ربو من ورا هاي الزبالة الله وكيلكم الآن سألع لكم الأدوية مالتي جاءت سعجبون عليه لا تناولهم الله الكريم يصير حريق فيها ديسة يشعلون هين وده يدخل كله يجي على البيوت وده هذا بتنهيق هذا بمرغر شكي لهذا أشكال يعني لأنه حتى الأطفال تأذت مو بس الأكبار حتى الأطفال متأذية أكبار واثغار متأذية من ورا هالفايات هاي مدير بلدية قضاء الحر ورغم اتصالنا به لم يستجب لهذه المناشدات أو حتى تصريح بخصوصها من كربلا وليدة صالحي التغيير ترجمة نانسي قنقر